السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشكرا الخبر اليوم هو خبر مؤسف ولا يمتلرح الرياضية بأي صلة واعتداء لعبين وجمهور الجزائر والأمن على لعبين صغار في بطولة عربية ولهذا وجب على الفيفا وكذلك الجامعة الملكية المغربية المطالبة بأشد العقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة القدم للهدف دياله وزرع الفتنة بين الشعوب العربية حيث شاهدت نهاية مواجهات المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ونظير الجزائري في نهاية كأس العرب للناشئين أحداث مؤتفة واعتداءات على أشبال أطلس مباشرة بعد نهاية ركرة الترجيح أظهرت لقاطات الفيديو اعتداءات من طرف لعبي جزائري على حارس المنتخب المغربي حيث عمد البعض لمسكي من يديه في حين صار على الآخرون لتسديد لكامات صوب وجهه وفي الوقت الذي حاول فيه لعيب المنتخب المغربي الدفاع عن حارس مرماهم سار على لعيب المنتخب الجزائري لاستكمال اعتداءتهم على أشبال أطلس حيث أظهرت لقاطات تلفزيونية صورا يندلها الجابيين من قبل لعيبي الخضر من لكامات وربس بالأرجل بعد نهاية المباراة بين المغرب والجزائر وستغرب الجميع من دخول بعض المحسوبين على الجمهور الجزائري لأرضية الملعب ومشاركتهم في الاعتداءات وساط غياب شبه تم للأمن المحلي الذي وقف في وضعية المتفرج وكانت بوادر الصراع بادية منذ البداية من طرف الجانب الجزائري الذي عمد لعبه الاعتماد على أسلوب الخشون الزائدة التي حرمت المنتخب المغربي من بعض لاعبيه للإصابة فضلا عن ضربه واضح لللاعبي الخضر لقدم محمد أرشيدي بعد توقيعه للهدف وعمد النقل التلفزيوني المحسوب على الجزائر إلى القاطع لبط المباشر بعد حدوث الاعتداءات بتواني قليلة درءا لما يقع في ملعب سيق الذي احتضان المواجهة ومن هنا على الجامعة الملكية المغربية مقاطعة أي بطولة تنظمها الجزائر حفاظا على سلامة الرياضيين المغاربة من أعداء الوحدة الترابية الوطنية للمغرب عبر بعض المحللين العرب على السيائيهم على الأحداث التي وقعت بين المغرب والجزائر في بطولة العرب للناشئين ومنهم المحلل التونسي سامير شادلي الذي عبر عن السيائيه بسبب الأحداث المؤسفة التي عقبت نهائي كأس العرب للناشئين بين المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة وناظرية الجزائر وقال سامير شادلي خلال السوديو تحليل المباراة بين قناة الشارق الرياضي الإماراتية نحن في غناء عما حدث من شغب بين اللاعبين بعد نهائي كأس العرب للناشئين وتعبع قوله نرغب في تصدير بصورة احترافية على مستوى التنظيم ولللاعب العربي والإدارة والمستوى الفني للقوى العربية وأضاف أيضا قوله نتمنى أن يكون درسا لنا ولجميع ما حدث اليوم وأن لا تكون هذه تداعيات لهذه الأحداث المؤتفة واختسم حديثه قائلا كأس العرب في دولة قطر كانت رائعة على مستوى التنظيم وعلى مستوى الشكل وشهد اللقاء بعد صفرة النهاية أحداث شغب واشتباكة عنيفة بين اللاعبين إلى جانب نزول بعض المحسوبين على زمال الجزائرية الذين حاولوا الاعتداء على اللاعب البغاربة نذكر أن المنتخب الوطني انهزم بركلة ترجيح بنتيجة أربعة لاثنين بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين في كل مرمى ترجمة نانسي قنقر